سجل مؤشر سوق الأسهم المحلية أول تراجع أسبوعي بعد ثمانية أسابيع متتالية من الارتفاع لينهي المؤشر التعاملات منخفضاً ب154 نقطة متوقفاً عند مستوى 10825 نقطة وسجل معدل التداول اليومي انخفاضاً خلال الأسبوع الماضي بنسبة 9% ليصل إلى أكثر من 11 مليار ريال وبتداولات إجمالية بلغت أكثر من 56 مليار ريال سجل 18 قطاعاً انخفاضاً خلال الأسبوع تصدرها قطاع الإعلام والترفيه بحوالي 3% في المقابل سجلت ثلاث قطاعات ارتفاعاً تصدرها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة تزيد عن 12% بدأت الشركات المدرجة في السوق السعودي الإعلان عن النتائج المالية للربع الثاني من 2021 خلال الأسبوع الماضي حيث كانت شركتها المتقدمة وتكوين في مقدمة المعلنين موسيقى